موسيقى الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق فدبولي يؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية التكنولوجية على مستوى الجمهورية مركز التنصيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية يبدأ عمله والاتحاد الأوروبي يقر خفضا طوعيا للسهلاك الغاز بنسبة 15% السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية موسيقى بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد عرب رئيس مجلس الشيوخ في برقيته عن أمنياته أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على رئيس السيسي وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية التكنولوجية في مختلف المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات شهد اللقاء استعراض محور تنمية صنع التصميم الإلكترونيات وتهيئة مناخ الأعمال ووضع تصور يمكن للشركات المصرية من خلاله المنافسة في تلك الأسواق إضافة إلى تطبيق منظومة التقادي عن بعد بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المنظومة التعليمية والتدريبية بمعها ضباط الصف المعلمين أوضح المتحدث العسكري بأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد استمع إلى شرح تفصيلي تناول أسلوب العمل وأوجه التطوير والتحديث التي تتم بالمنظومة التعليمية من خلال الأسس العلمية المدروسة بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والعسكري والبدني لضباط الصف المعلمين أعقب ذلك المرور على الأجنحة التعليمية ومتابعة مراحل التدريب التخصصي للإطمئنان على سير العملية التعليمية بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمعهد كما التقى الفريق أسامة عسكر بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد ونقل لهم تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات للطلبة وفقا لأحدث المعايير العالمية في منظومة التأهيل العسكري لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الحفاظ على الوطن وصون مقدساته هذا وقد أدار الفريق أسامة عسكر حوارا استمع فيه للآراء والاستفسارات نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن مشيدا بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى ستين بالمئة حتى نهاية شهر أغسطس ترجمة نانسي قنقر هذا وقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المتميزة وحققت الأجهزة الأمنية خلال أسبوع نجحة كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد ثلاثمائة وسلاسة وخمسين عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق ثلاث وعشرين مدرية أمنة والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم مائتين وإحدى عشر قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط سبعة وخمسين متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع سبعمائة وسبع عشر قطع السلاح ناري أبرزها ثمان وستون بندقية ألية ورشاش وسبع وثمانون بندقية وسبعة وعشرون مسدسا وخمسمائة وأربعة وثلاثون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وخمس وثمانون خزينة إضافة لألف ومائة وثمان عشر قطع السلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ أربعمائة وستة وثلاثين ألفا واثنين وأربعين حكما قضائيا من بينهم ألف وخمسمائة وأحد عشر حكم جناية ومائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون حكم حبس ومائة وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وسمانية وسبعون حكم غرامة وثلاثة وستون ألفا وواحد حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أربعة تشكيلات عصابية ضمت أحد عشر متهما قاموا بارتكاب سلاسة وعشرين حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض اثنان وستين حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة وضبط مرتكبها بإجماري خمسة وتسعين متهما كما تم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط تسعمائة واثني عشر قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها قرابة واحد وستين ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من مائة وواحد وسبعين ونصف كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من واحد وعشرين كيلو جرام وضبط قرابة سبع كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى أكثر من سني عشر كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد عشرة ألاف وثلاثمائة واثنين وخمسين قرص مؤسر وألف ومائة وثمانية وتسعين قرص ترامادو المخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي أربعة عشر مليون جنيها كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيهما بقرابة ستين مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة هذا وقد وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة من ضبط أربعمائة وتسعين وأربعين قضية تموينية بمضبطات بلغة قرابة مئة وثمانية أطنان وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تمكنت الوزارة من ضبط قرابة تسعة أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من تسعة وتسعين طن تمكنت كذلك الوزارة من ضبط ستمائة وثلاثين قضية في مجال قضايا المخابز من بينها مائة واثنتان وستون قضية خبز ناقص للوزن ومائة وسبع وخمسون قضية خبز غير مطابق للموصفة كما تم ضبط قضيتين في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد تداول القمح المحلية موسيقى صرحت وزارة دفاع روسية أن مركز التنصيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية بموجب الاتفاق الأممي سيبدأ عمله اليوم وأضافت الدفاع الروسية أن مهمة المختصين الروس داخل المركز المشترك هي حل جميع المشكلات اللازمة لدخول المبادرة لمرحلة التنفيذ العملي وبحسب الاتفاقية الأممية سيقوم ممثلوء المركز المشترك بتفتيش السفن المشاركة في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من أجل منع نقل الأسلحة وذخيرة توقع نائب العام لوزير الزراع الأوكرانية أن تصل صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى ثلاثة ونصف مليون طن شهريا في المستقبل القريب أضاف أيضا أن حجم صادرات الحبوب سيزيد تدريجيا وذلك كل شهر بدءا من نحو واحد ونصف مليون طن في أغسطس القادم انفراجة مرتقبة لأزمة الغذاء العالمية إثرى الإعلان عن توقيع اتفاق روسي أوكراني برعاية الأمم المتحدة لاستئناف تصدير الحبوب اتفاق يأمل الطرفان الروسي والأوكراني في دخوله حيز التنفيذ وينتظره العالم لتحقيق انفراجة وتقليل حدة الأزمة العالمية فيما يتعلق بتوفر الغذاء وأسعاره في البرصات العالمية وزارة الزراع الأوكرانية قالت إن صادراتها من الحبوب قد تصل إلى ثلاثة ملايين وخمسمات ألف طن شهريا في المستقبل القريب وعلى الجانب الآخر تنتظر روسيا فتح الباب أمام صادراتها الزراعية إلى العالم رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة لبرنامج الأغذية العالمية بأن الاتفاق الروسي الأوكراني قد يؤدي إلى تراجع في أسعار الغذاء على المستوى الدولي لكنه حذر من أن الاتفاق وحده لن يحل أزمة الغذاء العالمية حتى لو نفذ تنفيذا فعالا ووفقا لبرنامج الأغذية العالمية فإن أزمة الغذاء العالمية ليست أزمة أسعار فحسب مشيرا إلى أن الصراعات والتغيرات المناخية وجائحة كورونا ستستمر في إبقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة طالب المتحدث باسم الكراملين دماتري باسكوف الأمم المتحدة بضرورة الوفاء بالتزاماتها وذلك بشأن صفقة الحبوب المبرامة بين روسيا وأوكرانيا خاصة فيما يتعلق بإزالة القيود غير المباشرة على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية أشار باسكوف إلى أنه من السابق لأوانه تقييم صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وكان باسكوف قد أعلن أمس أن استهداف مواقع في ميناء أوديسا مرتبط بالبنية التحتية العسكرية ويجب أن لا يؤثر على تنفيذ صفقة شحن الحبوب بأي شكل من الأشكال أضف أن هذه الضربة العسكرية مرتبطة حصريا بالبنية التحتية العسكرية ولا تتعلق بالبنية التحتية المستخدمة لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير الحبوب هذا وقد قرر الاتحاد الأوروبي تجديد عقوباته على روسيا لستة أشهر أخرى حتى نهاية يناير 2023 يشير هذا القرار وهو إجراء اتخذه زراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى العقوبات التي تم فرضها لأول مرة عام 2014 وتم توسيعها بشكل كبير بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية وعقدت دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا للاتفاق على طريقة يمكن من خلالها خفض استهلاك الغاز وهذا ومن المقرر أن تخفض مجموعة جاسبروم الروسية الإمدادات إلى أوروبا اعتبارا من غد الأربعاء مما يمثل تهديدا لاقتصاديات مثل ألمانيا التي تعتمد على الغاز الروسي في الطاقة والصناعات الكيميائية قالت مفاوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سامسون إن أهلان شركة جاسبروم الروسية العملاقة للغاز أنها ستخفض مزيدا من عمليات التسليم إلى أوروبا هذا الأسبوع أنه له دوافع سياسية رفضت مفاوضة الطاقة الأوروبية ادعاء الشركة بأنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل توربينات وقالت لدى وصولها إلى بروكسال لحضور اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي إنه ليس هناك سبب فني للقيام بذلك اعتبر رئيس الوزراء التشيكي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن خفض شحنات الغاز الذي أعلنته مجموعة جاسبروم الروسية هو دليل جديد على أن أوروبا يجب أن تحدى من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن وقال كذلك إن الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين ضد رئيس الروسي في المقابل صوتت المجر ضد اقتراحي الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز ووصفت الخطة بأنها غير قابلة للتنفيذ عقب موافقة زراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي على هذا الاقتراح قال وزير الخارجية المجري في تصريح له من بروكسال إن بلاده كانت الوحيدة التي أشارت إلى أنها ستصوت ضد هذا المرسوم مضيفا أن هذا الاقتراح غير مبرر وعديم الفائدة وغير قابل للتنفيذ وضار أزمة الطاقة في أوروبا تتزايد يوما بعد يوم لتضاف إلى الأزمات التي تلاحق القارة العجوز سواء في الركود الاقتصادية أو التضخم المتفاقم أو النقص في إمدادات الطاقة شركة جازبروم الروسية وبقرار مفاجأ أعلنت خفض شحنة الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نوردستريم 1 إلى 33 مليون متر مكعب يوميا بما يقدر بنحو 20% من إمكانيات الخط مقابل 40% حاليا خفض جديد يأتي عقب تخفيض موسكو سابقا لمرتين لكميات شحنات الغاز الشهر الماضي قائلة إن خط أنابيب الغاز لا يمكنه العمل بشكل طبيعي دون توربين كان يتم إصلاحه في كندا ولم يعد إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو ألمانيا اعتبرت تلك الخطوة بمثابة قرار سياسي روسي للضغط على الغرب في إطار الأزمة الأوكرانية في حين أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه لا يوجد سبب تقني لخفض إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب وعادة ما تتهم الدول الغربية موسكو باستخدام سلاح الطاقة ردا على العقوبات التي فرضت على موسكو منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في تلك الأثناء قال المتحدث الصحفي باسم رئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف إن تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس بأن روسيا مورد غاز طبيعي غير آمن ولا يمكن الاعتماد عليها تتناقض مع الواقع وتاريخ الإمدادات مشددا على أن بلاده تفي دائما بالتزاماتها وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من أن خط أنبيب الغاز سيعمل بنسبة 20% من قدرته اعتبارا من هذا الأسبوع إذا لم تستلم موسكو التربين الناقص حيث سيخضع تربين آخر للصيانة قريبا واقترحت المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء تخفيض استهلاكها للغاز بين أغسطس 2022 ومارس 2023 وذلك بنسبة 15% على الأقل مقارنة بمتوسط استهلاكها للغاز في السنوات الخمسة الأخيرة في الفترة ذاتها ويربط خط أنبيب الغاز نوردستريم الذي يمر عبره يوميا 167 مليون متر مكعب من الغاز روسيا بألمانيا وذلك عبر بحر البلطيق كما يعتبر الخط استراتيجيا لإمدادات الغاز للأوروبيين الذين يعتمدون بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية إلى ذلك تخطى سعر الغاز الطبيعي الأوروبي 190 يورو للميجاوات في الساعة لأول مرة منذ مارس الماضي ووصل سعر الغاز الأوروبي ارتفعه مع أهلان مجموعة تاجاس بروم روسيا خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنبيب نوردستريم قالها المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن التوربين الذي يعمل بالغاز في خط الأنابيب الروسي نوردستريم واحد لم يصل بعد من كندا حيث تجرى له أعمال صيانة مضيفا أن موسكو تأمل في أن يتم تركيبه عاجلا وليس أجلا أكد بيسكوف أن العقوبات المفروضة على روسيا تعوق عمل خط أنبيب نوردستريم واحد ما يخفض إمدادات الغاز لأوروبا إلى 20% فقط من طاقة الخط خلال أعمال الصيانة قالت شركة جاس بروم الروسية أن صادرات الغاز الروسية ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من غد الأربعاء أي نصف مستوها الحالي اتهم وزير الخارجية الروسي سرجي لفروف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعددا من الدول الأوروبية بعرقلة المفاوضات بين موسكو وكياذ وأكد لفروف بي تصريحات له خلال زيارته الحالية لأغندا أكد أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا لإنهاء العمليات العسكرية الحالية لافتا إلى أن المحادثات لم تشهد أي تطور منذ آخر اجتماع بين الجانبين في نهاية مارس الماضي قال رئيس مدينة ميكولعيف بجنوب أوكرانيا أليكزاندر زيفيكيتش إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية لميناء المدينة أشار رئيس المدينة إلى توجيه ضربة صاروخية ضخمة على جنوب أوكرانيا من اتجاه البحر الأسود وباستخدام الطيران دون أن يقدم تفاصيل عن أثار هذه الضربة من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ثمانية صواريخ وأسلحة مدفعية في منطقة ميكولعيف الجنوبية أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من أربعين من المسلحين الموالين للجيش الأوكراني على حد قولها في هجوم صاروخي روسي بالقرب من إحدى القرى في منطقة دونسك وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوشانكوف إن دربات أخرى طالت كتيبة للمدفعية الأوكرانية مما أفقد الكتيبة نحو سبعين بالمئة من قوتها هذا ولم يرد أي تعليق من وزارة الدفاع الأوكرانية حول هذه الأنباء تعرضت مناطق جنوب أوكرانيا لقصف روسي استهدف ميناء ميكولعيف وقرية ساحلية قرب أوديسا حسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية تأتي الضربات الروسية رغم توقيع موسكو الأسبوع الماضي اتفاقا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية لتحقيق أمن غذائي عالمي عبر ثلاثة موانئ في أوديسا أعلنت روسيا أنها ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 وقال الرئيس الجديد لوكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف أن بلاده ستتخلى عن المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024 على أن يتم إنشاء محطة مدارية وطنية روسية مضيفا أن بلاده تعمل في إطار التعاون الدولي في محطة الفضاء الدولية وسوف تافي بجميع التزامتها تجاه الشركاء من جانبها قالت روبين جاتسا مديرة المحطة الفضائية لوكالة ناسا أن نظر أهروس لم يبلغ رسميا عن أي نية من هذا القبيل كما هو متوافق عليه بمجب الاتفاقية الحكومية الدولية للمحطة خفض صندوق النقد الدولي توقعاتي للاقتصاد العالمي للسنتين الحالية والمقبلة وذلك على وقع ارتفاع معدلات تدخم والطباط الشديد في الولايات المتحدة والصين محذرا من أن الوضع قد يتدهور وخفض آخر تقرير لصندوق النقد بشأن توقعات الاقتصاد العالمية خفض تقديرات إجمالية الناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3.2% أي أقل بأربعة أعشار نقطة من توقعات إبريل الماضي وحوالي نصف المعدل المسجل العام الماضي أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي ضمن قرار تم الإعلان عنه سابقا بهدف تهدئة أسعار النفط كانت واشنطن قد أعلنت في أواخر مارس أنها ستفرج عن مليون برميل من النفط يوميا لمدة 6 أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي المخزن بهدف العمل على تهدئة الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط ومشتقاته أكدت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا أنه من المتوقع زيادات حادة بأسعار الفائدة لتهديئة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له بالبلاد خلال أربعين عاما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطاني عن اقتصاديين تحذيرهم من أن التضخم في المملكة المتحدة قد يرتفع هذا الشتاء بسبب قيام روسيا بوقف الغاز عن أوروبا مع استمرار تعطل صادرات الحبوب الأوكرانية سيناريو قاتم ينتظر الاقتصاد البريطاني بسبب تدعيات الأزمة الأوكرانية التي دخلت شهرها السادس وسط غياب لفرص السلام اقتصاديون بريطانيون جددوا تحذيراتهم من احتمال ارتفاع التضخم في البلاد إلى 15% الشتاء المقبل بعدما ألمح بنك إنجلترا إلى أنه يفكر في زيادات حادة في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 9.4% الشهر الماضي وتستند التوقعات إلى قيام روسيا بوقف الغاز عن أوروبا ردا على العقوبات والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية مع استمرار تعطل صادرات الحبوب الأوكرانية وقال محافظ بنك إنجلترا أندروبيلي إن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ستكون على الطاولة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك الأسبوع المقبل وسيكون هذا أكبر ارتفاعا منذ عام 1995 وسيرفع المعدلات إلى 1.75% وهو أعلى ارتفاع منذ ديسمبر 2008 هذا وأدى ارتفاع التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وقضايا سلسلة التوريد العالمية إلى ارتفاع تكلفة كل شيء من اللحوم والخضروات والقهوة إلى الطاقة المنزلية والبنزين وأكبر حجم الزيادات في الأسعار العديد من العائلات البريطانية على شد أحزمتهم مما أثر مخاوفا من أن نقص الإنفاق الاستهلاكي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود وفي الوقت نفسه أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري لملايين من أصحاب المنازل ووصلت مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية في المملكة المتحدة أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو حيث توقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تصل المدفوعات إلى 87 مليار جنيه السرليني في هذه السنة المالية رفعت الحكومة اليابانية تقييمها الاقتصادي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر مما يعكس انتعاش الاستهلاك الشخصي بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها مع رفع قيود كورونا وأكد مكتب مجلس الوزراء الياباني أن اقتصاد البلاد ينتعش بشكل معتدل مشيرا إلى أن التحسينات تظهر في قطعات مثل الاستهلاك الخاص والوهردات والتوظيف محذرا من مخاطر سلبية مستمدة من التقالبات المالية والأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وسط تجديد السياسة النقضية العالمية وتحركات البنوك المركزية الرئاسية ومن بينها نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قالت شركة الطيران الألمانية لوفتحانزا أنها تقوم بإلغاء مزيد ما يزيد على ألف رحلة طيران قبيرة إضراب لمدة يوم واحد لعمال الخدمات الأرضية مقرر غدا الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه الأسر الألمانية لبدء عطلة الصيف أضافت لوفتحانزا أنها ألغت 678 رحلة طيران من مركزها في فرانكفورت أغلبها كانت مقرر غدا الأربعاء و345 رحلة طيران من ميونيخ أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن بلاده لن تتخلى عن أمن القارة الإفريقية ودعم شركائها الإفريقيين وفي كلمة له خلال زيارة للكاميرون قال ماكرون أن أوروبا تتعرض للهجوم من قبل البعض الذين يقولون أن العقوبات الأوروبية هي سبب الأزمة الغذائية العالمية ومن ضمنها الإفريقية مضيفا أن هذا خطأ حيث أن الغذاء أصبح كما الطاقة سلاح للحرب بيد روسيا اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماعاتنا ولا متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تدعية الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وخلال الاجتماع وجه السيد الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدر عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم مليون أسرى إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية وكذلك صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرى لمدة 6 أشهر قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا كما تشمل الإجراءات تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كاراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وبواقع عدد 2 مليون كارتون شهريا بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة إجراءات الحماية الاجتماعية تشمل كذلك قيام وزارة الأوقاف بشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعية بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام وكذلك قيم وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد كذلك استعراض في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز والسلع التموينية والدعم النقدي المتوسط ودعم برامج الصحة وصندوق التأمينات والمعاشات ودعم الإسكان كما أشار الاجتماع إلى أن إجمالية الإنفاق على هذه الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض كذلك تطور برنامج تكافل وكرامة على مدار السنوات الست الماضية خاصة ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف أضف المتحدث الرسمي أن السيدة الرئيسة تبع كذلك الموقف الحالي لمغزون السلع الاستراتيجية الأساسية خاصة الحبوبة والغلالة والزيوت حيث تمت الإشارة إلى أن مغزون تلك السلع يكفي لمدة سبعة أشهر وأن ما قمت به الدولة من تطوير لقدراتها التغزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة إنعكس بوضوح على تمكين الدولة من مؤجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس الصومالي حسن شيخ محمود شهد هذا اللقاء تبادلاً لوجهات النظر بشأن عدد من القضايا خاصة ما يتعلق بالوضع في الصومال ومختلف التحديات التي تواجهها البلاد في هذا الصياق أكد أبو الغيط استعداد جامعة الدول العربية لمساندة ودعم الصومال في مختلف المجالات وكذلك التنصيق مع الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائي في الصومال وتجاوز الصعوبات والتحديات الأخرى التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية في إطار تأكيد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية أعلن ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بأن المملكة تخطط للاستثمار في مصر لاستكمال مشروع نيوم بما في ذلك منطقة شرم الشيخ إضافة إلى استثمارات ضخمة في مصر وقال ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إن مشروع يومه عبارة عن منطقة اقتصادية ضخمة بتكلفة تبلغ 500 مليار دولار يستهدف أن يتسع لنحو 9 ملايين السماء وسيتم تمويله جزئيا عبر طرحي للاكتتاب العام في عام 2014 أضاف أن تكلفة المرحلة الأولى من المدينة ستبلغ 319.39 مليار دولار وأن نصف هذا المبلغ سيأتي من خلال صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق السر والسيادي في المملكة قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي أضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابة القديمة هذا وتعلن اليوم الهيئة المستقلة للانتخابة في تونس نتائج الأولية للاستفتاء على الدستور كانت تونسيون قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد أمس الأسنين أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي سعي الحكومة المستمر لمتابعة ملف إضراب موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلول لهم ضمن الإمكانات المتوفرة قال ميقاتي إن تأخير إقرار الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب قد دفع الحكومة لإرسال مشروع قانون بعشرة ألاف مليار ليرة موضحا أن المشروع منظور حاليا أمام لجنة المالية والموازنة والتي طلبت من وزير المالية تقديم عرض بشأن هذه النفقات المخصصة لأمور عديدة منها بدل نقل القطاع العسكري وبدل العلاج واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية تشرتنا تتواصل وتتابعون فيها منظمة صحة العالمية تدعو دول العالم إلى زيادة مستويات التأهب لمواجهة جدري القردة أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من الإبلاغ عن عدد قليل من الإصابات بجدري القردة في الإقليم إلا أنه لا يزال معرضا للخطر وأضاف كذلك في مؤتمر للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه يتم العمل مع البلدان والشركاء على زيادة مستويات التأهب فقبل بضعة أيام أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة في عدة بلدان ووصفه طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا وفي إقليمنا سوف يساعدنا هذا الإعلان على تعزيز الوعي بالمرض وحشد المزيد من الاستجابة الجماعية في التوقيت المناسب ونحن نأخذ هذه الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقا دوليا على محمل القد ونتعلم من الدروس المستفادة من استجابتنا لمرض كوبرد 19 وعلى الرغم من الإبلاغ عن عدد قليل من حالات الإصابة بجدري القردة في إقليمنا فإننا لا نزال عرضة للخطر ونعمل مع البلدان والشركاء على زيادة مستويات التأهب وفي الوقت نفسه دعم الاستجابة في البلدان التي لديها حالات إصابة مؤكدة وقبل بضعة أسابيع قدم إقليمنا مجموعات أدوات تشخيص لقدر القردة في التوقيت المناسب ولله الحمد إلى عشرين بلدا لتحسين التأهب وسد الفجوات في الكدرات الحالية للترصد والكشف أعلنت سلطات كاراتشي أكبر مدينة في باكستان حالة طوارئ مناخية مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المترافقة مع الرياح الموسمية ما أدى إلى إغراق عدد كبير من المنازل والطرق قالت السلطات الباكستانية إن الأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية التي تهب من يونيو حتى سبتمبر تعد أساسية لري المحاصيل ولتجديد مياه البحيرات والسدود في جميع أنحاء شبه القارة الهندية إلا أنها تسبب الكوارث أيضا في كل عام لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حريق غيبات شمال المغرب وأعلنت أجهزة الأطفاء السيطرة على الحريق ويعتزم المغرب إطلاق برنامج لإعادة تشجير نحو 9000 هكتار من الغابات التي أتت عليها الحرائق بسبب التغيرات المناخية لقي 13 شخصا مصرع في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات قالت وزيرة العمل الإنساني إن أكثر من 1300 عائلة قد باتت دون مأوى هذا وقد شكلت الحكومة فريق عمل لتحديد الأحياء الأكثر تضررا على أمل تحسين البنى التحتية لتجنب كوارث جديدة من هذا النوع مستقبلا تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجي براندي وذلك في إطار تشاور حول مختلف الموضوعات في محل الاهتمام المشترك تنول الاتصال التعاون المتميز القائم بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي وما تجلى في مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع السنوي الأخير للمنتدى والمنعقد من بندينة دافوس السوسرية في شهر مايو الماضي والذي تضمن في شق منه برنامجا خاصا حول الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر وتترأسها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم وفي هذا السيق أعرب وزير الخارجية عن التقدير لدعم المنتدى الاقتصادي العالمي للرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 وحرصها على نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المنشودة انطلقت فاعلية المنتدى الثاني للطاقة المتجددة في أفريقيا الذي تنظمه المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بالقاهرة تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستضيف مصر هذا الحدث في إطار دعمها للمبادرة منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر كوب 21 للأطراف في باريس عام 2015 كما أن مصر هي عضو في مجلس إدارة المبادرة تشارك في المنتدى حضوريا وعبر الإنترنت وفود رفيعة المستوى ووزراء من أفريقيا وأوروبا ونقاط الاتصال في المبادرة ومن مقر المؤتمر كانت هذه الرسالة الخاصة لزميلة لمياء حمدي مشاهدين ومازلنا نتابع فعاليات المبادرة الأفريقية تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشاركة عدد كبير من الوفود رفيعة المستوى من الكارة الأفريقية مزيد من التفاصيل عن أهمية المبادرة وما تقدمه لمصر والقارة الأفريقية نضم وليا دكتور محمد موسى عضو اللجنة الفنية لمبادرة الأفريقية برحب حضرك فندم معنا أهلا بك فندم وأهلا بكم المشاهدين خلينا نتكلم الأول على المبادرة وأهميتها للمجتمع الدولي على مستوى القارة الأفريقية وعلى مصر خاصة هو لما نجي نتكلم على المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة خلينا بس نعمل هايلايت على المؤتمر نفسه يعني لو المبادرة دي مش مهمة ما كنتيش لقيت إن مادام روايال اللي هي رئيس الكوب 21 اللي كان في فرنسا وبالمناسبة هو رئيس الكوب بيتانو رئيس الكوب على طول يعني هي موجودة على طول بصفاتها رئيس الكوب 21 وبتوقع بهذا الاسم وجايا مصر يعني أولا حبا في مصر وحبا إن هي تساعد البلد في أعمالها في الكوب 27 إن شاء الله وإيمانها وإيمان فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بأهمية المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة أعلنها السيد الرئيس عفتاح السيسي في الكوب 21 ودي تهدف إلى إن احنا نعمل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في أفريقيا عام 2020 ونحمد ربنا إن احنا قدرنا نوصل لهذا الهدف عام 2019 قبل الموعد المحدد من السادة الرؤساء بحوالي سنة وكم شاء المرحلة الثانية من المبادرة ودي بس اتأخرت شوية علشان الكوفيد ولكن إن شاء الله هي جاهزة للإطلاق إن شاء الله وإحنا اخترنا الحدث بتاع كوب 27 اللي هيقام في شرم الشيخ في نوفمبر القادم إن شاء الله تكون الحدث الكبير اللي يطلق فيه إعلان المرحلة الثانية للمبادرة وده هدف طموح لأفريقيا إن هيبع عندها 300 جيجا من الطاقة المتجددة سواء شمسية أو رياح أو هايدرو فدي مهمة جدا طبعا العالم بيبص للمبادرة دي لإن أفريقيا يعني مصدر للطاقات المتجددة على مستوى العالم وتقدر إن هي يعني تدي لأوروبا طاقة متجددة بكميات تقدر تغطي استهلاكها كله من الطاقة المتجددة لأوروبا أيضا هي فرصة للقطاع الخاص المصري إن هو يبقى متواجد فيه المشروعات اللي هتقام في أفريقيا وإحنا شايفين القطاع الخاص المصري متواجد فعلا في الوقت الحالي ولكن هناك فرص كبيرة جدا إحنا عندنا مشروعات اللي أطلقناها لعشر جيجا دي كانت 206 مشروع فيه أكتر من 600 مشروع آخر وممكن يوصلوا 8000 مشروع بنحاول إن إحنا يبقى الهدف بتاعنا المرحلة الجاية إن إحنا يبقى أتركت حوالي 8000 مشروع ودول يبقى قابلين أو صالحين إن هو للإستثمار ودي طبعا للإستثمار ده فرصة لقطاع الخاص المصري بالخبرات التي اتعاملت فيه قطاع الكعربة المصري إن هم يقدروا إن هم يبقوا تقودوا في أفريقيا شكرا جزيلا دكتور محمد موسى عضو اللجنة الفنية للمبادرة الأفريقية وعضو مرة أخرى للستوديو أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي دعم الوزارة الكامل لجهود محافظة المينيا وباقي المحافظات في ملف التحول الرقمي وفي أطار خطة الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات وتعظيم الموارد المالية والتواصل مع المواطنين جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظة المينيا أسامة القاضي إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ووحدة المتغيرات المكانية بمبنى الدوان العام للمحافظة وذلك خلال زيارته لافتتاح أعمال تطوير مصار العائلة المقدسة بدير جبل التور والآن وصلنا إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشط السادسة أخبار الاقتصاد مع دينا شرف إليك دينا شكرا لك هبة شكرا لك ريهام والآن موعدنا مع أخبار اقتصاد محليا وعالميا أكد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء أن تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات أصبح هدفا قوميا واستراتيجيا تتصارع في إطار جهود الدولة في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقضية وضوابط الإنتاج جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الأعلامي لمجلس الوزراء وتضمن إنفجرافات تصلط الدوء على انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ سبع سنوات بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري وفي هذا الصدد كشف التقرير عن تحقيق الميزان التجاري تحسنا كبيرا وأنه بيواصل تحسن رغم الأزمات العالمية المتتالية مستعرضا أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021 حيث سجل 39.8 مليار دولار عام 2021 و41.1 مليار دولار عام 2020 أظهر مركز معلومات مجلس الوزراء أن مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوزط وشمال إفريقيا بين عامي 2022 و2026 وأشار مركز المعلومات إلى وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر سواء المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال هذه الفترة إلى نحو 100 مليار دولار وحددت القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بنحو 14 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر أكدت وزيرة التجارة وصناعة نيفينجاما الحرصة على تعزيز التعاون التنائي مع دولة الهند في مختلف المجالات جاء ذلك خلال حضور وزيرة التجارة توقيع محضر أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وفي غضون ذلك أشارت وزيرة التجارة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الهندي للاستفادة من الفرص الإثثمارية بالبلدين وقالت جامع أن اللجنة التجارية المشتركة تعد أحد الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند استشراف مجالات جديدة للتعاون خاصة في مجال الأمن الغذائي بحث وزير البترول والبيئة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر القمة العالمية للمناخ كوب 27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل تناول الاجتماع جهود فريق العمل المشترك من الوزارتين في إنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية وخفض الكربون في قطاعات الطاقة والبترول والغاز وأكد وزير البترول أن شركاء مصر في صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية متحمسون للمشاركة في هذه الفعالية خلال المؤتمر وذلك لعد جهودهم وخططهم في هذا الشأن وأيضا استعراض أحدث التكنولوجيا القابلة للتطبيق في ذل وجود رغبة صادقة في أداء دورهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على تخطيط المنطقة الصناعية في وسط سيناء وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية بتخصيص ما يعادل 329.2 من 10 كيلو مترا مربعا كمنطقة صناعية بوسط سيناء وأعلى المحافظ خلال اجتماع اللجنة الدائمة لإثثمار المنعقدة بالمحافظة أنه تم تقسيم المنطقة إلى عدة قطاعات من بينها قطاع يخصص للصناعات المتوسطة وفوق المتوسطة والتكميلية وأيضا لصناعات السقيلة والصناعات المتنوعة وقطع آخر يخصص لصناعات الثقيلة ويخصص مكان ثالث لصناعات الرخام والجرانيت والسيراميك وإلى البورصة المصرية حيث أنهت المؤشرات الجلسة على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعملين المصريين والعرب وارتفع رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه لاغلق عند مستوى 627 مليار و762 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إيجي إكس سيرتي عند مستوى 9237 لقطة واغلق عند 9350 لقطة وارتفعا بنسبة 1.22% وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس سبينتي عند مستوى 2824 نقطة واغلق عند 1845 نقطة مرتفعا بنسبة 1.16% كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 2672 نقطة لغلق عند مستوى 2704 نقاط مرتفعا بنسبة 1.2% وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسرع عملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدرون الأمريكي 18 جنيها و88 قرشا للشراء و18 جنيها و96 قرشا للبيع اليورو سجل 19 جنيها و12 قرشا للشراء و19 جنيها و21 قرشا للبيع الجنيل السليني سجل 22 جنيها و62 قرشا للشراء و22 جنيها و72 قرشا للبيع الدنهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و14 قرشاً للشراء و5 جنيهات و16 قرشاً للبيع وأخيراً الريال السعودي سجل 5 جنيهات وقرشين للشراء و5 جنيهات و4 قروش للبيع انتعشت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج وسط ارتفاع أسعار النفط على الرغم من أن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه لغلق على انخفاض وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 8 من 10% كما جان المؤشر القطري مكاسب بنسبة 6 من 10% واختتم المؤشر إيسي في دبي تعاملات مرتفعاً بنسبة 4 من 10% في حين انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 4 من 10% ختام أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى هبا وريهام إليكم أشكرك دينا والآن نختتم أشرتنا بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس السيسي يكتمع مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مدبولي يؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية تحتية تكنولوجية على مستوى الجمهورية مركز التنصيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية يبدأ عمله والاتحاد الأوروبي يقر خفضاً طوعياً لاستهلاك الغاز بنسبة 15% ختم نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيونيس تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة